ده ما قلت لكم كاية مباراة مصر كوديبوار انتهت بالتعادل 0-0 وفاز المنتخب مصر 5-4 بضربات الترجيح الأسبوع العظيمة لسجيلة ضربات ترجيح مصر النهاردة زيزو السليا وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح نيكولاس بيبي هو اللي سجل كوديبوار وابراهيمة سنجاري وماكسويل كورتي وولفرد زاهة حجازة دارون أكلة شفاف نهاردة حضله في شفافه كده وكان هيكله في خناقة كده في الملعب يعني سيب عليها زاهة بصراحة حسيت انه هيروح في داية إريك بايلي اللي هو مدافع منشاستر ونايتد هو اللي ضيع النهاردة ضربة الترجيح اللي خسر بيها كوديبوار المباراة إريك بايلي بالمناسبة عمل مباراة كبيرة جدا سبحان الله مع منشاستر ونايتد يعني حالته صعبة جدا المدافع صعب جدا النهاردة عمل مع كوديبوار مباراة دفاعية كبيرة جدا جدا مالي النهاردة تعادلت مع غينيا الاستوائية 0-0 في الوقت الأصلي وفازت في النهاية 6-5 برقلات الترجيح ده بالنسبة لمباراة اليوم طيب نتائج مباراة دوري 16 بكاسر الامر الأفريكية بشكل عام كانت كالتالي بوركينيا فاز وتعادل 1-1 مع الجابون وفاز في النهاية 7-6 المنتخب البوركيني هنا جاري خسرت من تونس 0-1 في مباراة عظيمة للمنتخب التونسي جنبية كسبة غينيا 1-0 وجنبية بتعمل أداء رائع جدا في هذه البطولة والكاميرو 2-1 على جزر الكومور وجزر الكومور عملية مباراة كبيرة جدا قدام الكاميرو في دور 16 السنغال فازت على كاف بردي 2-0 والمغرب في مباراة أيضا كبيرة ورائعة فازت على ملاوي 2-1 وقبل الأخير مصر النهاردة فازت على كوديفور بضربات الترجيح 5-4 ومالي أيضا فازت على غينيا الإسلوائية بدربات الترجيح 6-5 دي مباراة دور 16 عفوا غينيا اللي فازت على مالي غينيا اللي فازت على مالي بدربات الترجيح طيب مباراة دور 8 بكأس النوم الأفريقية يوم السبت 29 يناير إن شاء الله جنبي هتواجه الكاميرون الساعة 6 مساء وبكينة وفازه هتواجه منتخب التونسي 9 مساء ويوم الحد 30 يناير مصر هتواجه المغرب 5 مساء من 6 عشان تم تقديم المباراة ساعة والسنغال هتواجه غينيا الإسلوائية 9 مساء بإذن الله مباراة كبيرة قدام المنتخب المغربي وإن شاء الله نعدي منها بشكل كويس عشان نقدر نتطمن على منتخبنا فيما يتوقع من البطولة المتفائل